اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء وأيضا أقول لكم إن اتفق اثنان منكم على الأرض في كل شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من لدن أبي الذي في السموات فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم حقا والأمان قبل التأمل بإنجيل اليوم لحنتوقف عند أهم الأفكار الواردي بنص أعمال الرسل اليوم في عنا ثلاث مشاهد المشهد الأول بيخبرنا أعمال الرسل اليوم عن رجل اسمه سيمون سيمون الساحر يلي كان يمارس السحر ويدعي أنه هو رجل عظيم وعم يدهش أهل السامرة اعتمد سيمون ولازم فيليبوس ودهش هو بيدوره من الأشياء اللي كانت عم بسير على يد فيليبوس من أيات عظيمة وأعمال أديرة لأنه كان استخدام السحر أمر شائع بالعالم الأديم وحتى اليوم بالعديد من التقاليد والحضارات وحتى في واقعنا الراهن كان السحر يدرس الفلسفة والتنجيم والطب وسائر العلوم وسيمون درس بالأسكندرية وانتقل إلى أنطاكيا وروم وكان موجود بهالوقت بالسامرة يسوع بيقول من آمن واعتمد يخلص ولكن سيمون اعتمد من دون ما يآمن والشياطين آمد من دون ما تعتمد فالإيمان الحقيقي والمعمودية الصادقة هن يلي بيمنحوا الخلاص وحدهم إذا كان الإيمان مغلوط المعمودية بتكون مغلوطة وإذا كانت المعمودية غير صادقة كمان بيكون الإيمان غير صادق المشهد التالي بيقلنا وسامع الرسل الذين في أورشاليم أن أهل السامرة قد قبلوا كلمة الله فأرسلوا إليهم بطرس ويوحنة فوضعا أيديه ما عليهم فنالوا الروح القدس فإذا بطرس ويوحنة إجوا من أورشاليم إلى السامرة لحتى يكملوا عمل فيليبوس فيليبوس عمد بالماء وبطرس ويوحنة إجوا وعمدوا بالروح القدس والنار المشهد التالت أراد سيمون أن يشتري هالموهب بالمال ومن هون أجد كلمة السيمونية يعني شراء المناصب بالمال لحتى يمنح هو الروح القدس لكل شخص بيوضع إيده علي لحتى يتاجر بهالموهب فوبخوا بطرس ودعيه للتوبي وشافوا بمرارة العلقم وقيود الآثام وبعدها رجع بطرس ويوحنة إلى أورشاليم وهني عم بيبشروا بقرة كتير إلى السامريين أعتقد سيمون أنهم بيتمتعوا بدرجة أعلى من السحر فأراد شراء هالإدرة بالمال وهي شيء كان سبب لها ليك الكتيرين وبعدها هالإيفي موجودة وينما كان إن كان بالكنيسة أو خارجها وهي شراء المناصب بالمال للمتاجرة فيها نطلب من الرب أنه ينجينا من هالإيفي المدمرة والإيد أما أنجيل اليوم فبيتحدث عن النصح الأخوي بمحبة وعتاب ويسوع رسم ثلاث مراحل للوصول للوفاء والاتفاق المرحلة الأولى بيقلنا إن خطي إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه على انفراد فإن سمع لك ربيحت أخاك فإذا بيقلنا يسوع اذهب إن خطي إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه ما قالنا اذهب واتهمه أو صفح سيبك معه ولكن عاتبه حتى يكتشف خطأه ومدى الأزى يلي ألحق فيك لحتى يندم ويتوب عن الشيء اللي عم هالعمل بنم عن حكم وتواضع والغلب على الشر بالخير بهدف عدم ترك مجال للخلاف إنه يكبر وبالتالي الإساءة المتبادلة والتشيير وهون بتكون الخسارة مزدوجي أنت بتخسر خيك وسلامك وهوي بيخسرك وبيخسر سلامه والذهاب اللي عنده مفروض يكون بيروح المحبة والسلام مش الحاد والانتقام بهدف التوبة لأله مش الاعتذار لألك ليش مفروض إنه نحن نروح صوب الآخر لأنه يلي بياخد المبادرة هو الأقرب ليسوع هو الأكتر حكمي وتواضع لأنه ربما من الصعب على الآخر إنه يقوم بهالخطوة هو أولا فالمسيح أخذ المبادرة وإجهل عنا ساعة اللي كنا نحن خطأة لحتى يصالحنا ويظهر لنا ما حبته ورحمته وغفرانه وعلينا نحن أنه نتبع خطأ المرحلة الثانية بيتابع يسوع وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تثبت كل كلمة بشهادة اثنين أو ثلاثة بهالمرحلة المفروض إدخال المصلحين لحتى يكونوا وسطا وشهود على كل شيء عم بيصير وبالتالي هني لح يحكموا بالحق ويشهدوا بأنه إرادة المصالحة والسلام هي عند الشخص يلي عم بيبادر ويحاول وبالتالي بيصير الأمر أكتر وضوح وهالعمل مش بهدف العقاب ولكن الإصلاح مثل الطبيب يلي بيستعمل الأدوية لشفاء المريض وبيبلش بالأدوية الخفيفة لحتى يوصل للأدوية الأقوى المرحلة الثالثة بيقول فيها يسوع وإن لم يسمع لهما فقل الكنيسة وإن لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني والعشار والكنيسة هي جامعة المؤمنين أو السلطة الكنسية اللي بتمثلها وساعة اللي بيرفض كل الوسطات بتكون أصبحت أنت معفى من أي زنب أو مسئولي وتصبح المشكلة عنده لأنه أغلق قلبه على الشر والعداوي ورفض النور والحرية وبالتالي فيك تتجاهله لأنه صار غير قابل للشفاء وبالتالي يصبح ضميرك مبرر قدام الله والناس لأنك بدرت إلى المصالحة والمسامحة والغفران بكل الوسائل وهو أقفل كل الأبوال وهنا الخلاصة بهالإنجيل هي خلاصتان أول خلاصة بيقول يسوع الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء فإذا يسوع أعطى سلطان الحل والربط للرسل والكنيسة مجتمعة وبالتالي للسلطة التي تنتخبها الجميع على تدبر وتعلم وترشد وتقرر وبالتالي للسلطة الكنسية أنه تربط كل من يرفض الخير والحقيقة والمصالحة كمن يقطع العضو الفاسد بعد نفاذ كل الوسائل والعلاجات لشفاءه وتبقي خارج الجماعة مربوط إلى أن يتوب ويعود سعته بتفك رباطه بترجعه للكنيسة الخلاصة الثانية بيضيف يسوع إن اتفق اثنان منكم على الأرض في كل شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من لدن أبي الذي في السموات فحيث ما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه فإذا يسوع عم يدعو الجماعة للصلاة من أجل الخاطئين والمربوطين والمتصلبين في الشر لأنه الرب بيستجيب صلاة الجماعة الوحدة والشي بيرمز كمان للصلاة العائلية والوحدة بالإيمان والحب فالرب يقيم بالعائل المؤمن المصلي وبيمنحها كل شيء بتطلبه بإيمان واحد وبصوت واحد وإذا كان الرب بيستجيب صلاة اثنين أو ثلاثة فكم بالأحرى صلاة الجماعة وصلاة الكنيسة الجامعة إذا كانت متحدة بالإيمان والمحب أما الأشخاص يلي انفصلوا وانحرفوا وأنشأوا البدع والهرطاءات فلا مجال للاتحاد معهم بصلاة وحدة لأنهم انتركوا النبع واحتفروا أبار مشققة وابتعدوا عن طريق الحق نختم بها الصلاة امنحنا يا رب روح المحبة والحكمة والتواضع حتى ننقاد لروحك ونعمل على تحقيق السلام بالمبادرة إلى المصالحة والمسامحة والغفران علمنا أن نصلي معك ونرفع عيوننا للسماء ونطلب من الآب نعمة المأدر على الغفران حتى النيل بدورنا المغفرة والمسامحة منه تعالى طهر قلوبنا صفنا وينا نأي أفكارنا أدس أرواحنا حرر نفوسنا جدد أجسادنا حتى نتوحد بالإيمان ونصلي برجاء ونعمل بمحبي فيتمجد بنا اسمك أيها المسيح إلهنا مع اسم أبيك المبارك وروحك الخدوس من الآن وإلى الأبد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة